شابتر 2 Inter Molecular Attraction Force قوة الجذب بين الجزئيات وأول محاضرة علاقة قوة الجذب بين الجزئيات وحالات المادة التلاتة حالات المادة التلاتة زي ما احنا متفقين المادة ممكن تتواجد في الصورة الصلد الصورة الصلبة وعرفنا أن الصورة الصلبة لها شكل محدد وحجم محدد المادة ممكن تتواجد على هيئة سائل وعرفنا ان السائل بيبقى ليه حجم محدد ولكن شكله هو بياخد شكل الإناء المحتوي الحالة التالتة من حالات المادة هي الجاز الغاز والغاز ملوش شكل محدد ولا كمان ليه حجم محدد طيب علاقة دوت بقوة الجازب الداخلية بين الجزيئات بنقول ان في الحالة الصلبة الانتر موليكلر اتراكشن فورس قوة الجازب الداخلية بتبقى ار ماتش سترونجر زين زا كاينتك انرجي اوف زا موليكيولز بتبقى اكبر بكتير من طاقة الحركة الخاصة بالجزيئات قوة الجازب اكتر او اكبر بكتير من قوة الجازب بين الجزيئات الجزيئات في الحالة دي بتكون قريبة جدا من بعض وبتكون موجودة في هيئة منتظمة يعني حركة الجزيئات بتبقى قليلة ليه؟ لانها مربوطة مع الجزيئات اللي حواليها بقوة جازب قوية جدا طيب ولكن في الحالة السائلة في الليكويد الأفريج كاينتك انرجي اللي هي طاقة او متوسط طاقات الحركة للجزيئات بتبقى متقاربة جدا مع الاتراكشتف فورس بتاعة الجزيئات قوة الجازب بين الجزيئات يعني طاقة الحركة بتبقى قريبة من طاقة جازب الجزيئات بعضها وبعض الجزيئات بتبقى قريبة من بعض وبيبقى ليها دينستي أكبر من الجازب بتبقى ليها كسافة أعلى من كسافة الغازات الحالة الثالثة وهي حالة الغازات الأفريج كاينتك انرجي متوسط طاقة الحركة للجزيئات بتبقى أعلى بكتير من قوة الجازب الداخلية بين الجزيئات علشان كده الجزيئات بتبقى بعيدة عن بعضها وسهل جدا إنها تتحرك وبنقول إن الأتراكتيب فورس are ignored in gas state الأتراكتيب فورس تقريبا بتبقى شبه مهملة في الحالة الغازية ترجمة نانسي قنقر